موجز الأخبار من النشرة بعد التحذيرات الأمريكية والفرنسية عم بتسيطر على الوضع الأمني بلبنان وعلمت صحيفة الراي الكويتية أنه الاستخبارات الأمريكية اعتردت بوسطة التنصت الإلكتروني طرف خيط عن عمل إرهابي عم بيتم التحذير لقلو بلبنان الأمر اللي دفعه لأفشاء السر عبر تحذير علنة بغية استياض عصفرين بحجر واحد الأول هو أنه تقول للإرهابية أنه انتحت المريئة به والتاني دفع الرعاية الأجانب واللبنانيين لأخذ الحيطة وبالإطار نفسه لفت رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قبل مغادرته لنيويورك لترقص وفد لبناني باجتماعات الجامعية العامة للأمم المتحدة إلى أنه بالفترة الأخيرة تكسف إطلاق شائعات تستهدف سائط المواطنين بمؤسساتهم من اتهام بعض أركان الدولة بالفساد ووصولاً لنشر أجواء من الخوف والألق عبر الحديث عن توقعات لعمليات إرهابية وأكد الرئيس عون أنه كل الأمور هي مبرمجة لصرف الأنظار عن الإنجازات لمحققة على طريق بناء الدولة وهيدا الأسلوب صار مفضوح وعم يتكرر عند كل إنجاز وطن كبير ونبه اللبنانيين من هيدا المخطط لهدام ووضعيهن لليأزة وعدم الإنجرار ورى الشائعات وتعليقاً على انتشار معلومات عن المخاطر الأمنية لناجمة عن أعمال إرهابية محتملة أكدت إيادة الجيش مدرية التوجيه أن الوضع الأمن مستقر وعم تقوم مدرية المخابرات بشكل مستمر بتنفيذ إجراءات استبائية لتفكيك الخلايا الإرهابية ولما زيد من المعلومات عن الوضع الأمني بلبنان وإمكانية وجود خلايا نيمة رح يطلعنا عليها الصحافة والكاتب توني عيسى لا شك أن ما قامت به السفارات الأجنبية في الموضوع الأمني في لبنان أحرج الأجهزة الأمنية اللبنانية لأنها رسمت صورة تفيد بأن لبنان هو الأكثر أمناً في المنطقة وما من شك أن هناك خلايا لباعش وخلايا إرهابية ما زالت متفاعلة في الداخل اللبناني ولكن تصوير الوضع على أنه في هذه الدرجة من الإثنائية أو من الطوارئ ربما يبدو مبالغاً فيه الأجهزة الأمنية اللبنانية قامت في الأيام الأخيرة بضبط مجموعة من الخلايا الإرهابية المترابطة سقوط داعش في عرسال وفي الجرود لا يعني أن لبنان أفتح مظيفاً تماماً من الإرهاب يجب أن ندرك ذلك ولكن أيضاً يجب أن ندرك أن كل دول العالم معرضة لارتكاب عمليات إرهابية حتى تلك التي تتمتع بأمن كبير وبأجهزة أمنية أكثر قدرة شدد البطريارك المارونة مار بشارة بطرس الراعي خلال إداس لمناسبة سنت الشهادة والشهدة بسيدة قليش بما يفوق على أنه لبنان بيحتاج لبوزوخ فجر جديد من القوة السياسية وهيضاً الأمر منتمنى من الانتخابات الفرعية والعامة وفقاً للدستور ومنأمل أنه تعطي الانتخابات بلادنا وجوه جديدة على مستوى تطلعات الشعب اللبناني وندعوهم لتوحيد القوى والسبل من أجل عودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم وممتلكاتهم استرجاعاً لحقوقهم بحكم المواطنة والتزاماً بإعادة بناء بيوتهم وحفاظاً على ثقافاتهم وحضاراتهم فبعودتهم إلى أوطانهم يسلم لبنان من الأخطار الجسيمة التي تتهدد أمنه واقتصاده واستقراره السياسية وثقافته والتي تتسبب بارتفاع عدد العاطلين عن العمل وبفتح باب الهجرة المميت أفادت معلومات صحفية عن وصول المجموعة الأولى من المتضررين اللبنانيين من أعصار إرما لمطار بيروت علامة انتيارة تابعة للخطول الجوية التركية جاي من لندن علمت صحيفة الشرق الأوسط أن الجيش اللبناني عم يتحضر لنقل بعض أفواجه العسكرية اللي شاركت بمعركة فجر الجرود لمحيط مخيم عين الحلوة اللي بتوصفه المصادر العسكرية بالبورة الأمنية وأوضحت المصادر أن الوضع بالمخيم مختلف ودقيق بظل وجود المدنيين وقرار الحسم بشأنه بيحتاج لتنسيق وتعاون مع الفصائل الفلسطينية دولياً أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن استفتاء أقليم كردستان غلط استراتيجة بيضرب استقرار العراق واعتبرت أن استفتاء كردستان رح يعمل فوضى بالمنطقة ولفتت إلى أن استفتاء كردستان كارسي بتدفع باتجاه تقسيم دول المنطقة أخلت السلطات الفرنسية ركاب طيارة طيب على الخطوط الجوية لبريطانية بمطار شارل دوغول بباريس لأسباب أمنية وبوقت لاحق كشفت الشرطة الفرنسية أنه إخلاق الطيارة سببه إنذار كاذب أعلنت منذوبة أمريكا بالأمم المتحدة نيكي هايلي أنه بلادها رح تشارك بنشاط بجهود التسوية بسوريا وما رح تسمح بتعزيز دور إيران بالمنطقة وبتتوقع أنه ما يبقى الرئيس السوري بشار الأسد بالسلطة وبسياء متصل أعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أنه بعض الحكومات الغربية بعدها عم تدعم التنظيمات الإرهابية بسوريا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ختام الموجز كان معكم استفاني راضي وعالإخراج حسان هزيمة